اشتركوا في القناة اليوم سنخبركم عن شو هنا اكتر كونسيلرز انا بحبون يعني طوف 5 كونسيلر وياللي دائما بستعملون فما رح كاتر كثير حكي لحبلش لكم باول واحد يلي هو اسمه بورن ديسوي من توفيست اللي بحبوه بهذا الكونسيلر اول شي هو الرينج تبع الكولر يعني الدافئ منه الوان بحب فيه اكتر شي هو هاد الكونسيلر بيجي خفيف على العين لما بتحطوه وريحته كتير حلوة ريحته هكي يعني اول ما تفتحوه بتشمو كوكونات بيمد كتير كتير منيح بس الفكرة فيه انه اذا ما بتمدوا بسرعة بينشف وهون مثل هكي بيعمل باتشي هكي مثل بيعمل بقع فنصيحتي لكم بهاد الكونسيلر انه لما بتكن تستعملوه بتمدوا على هاي العين مثلا وبتعملو له بلندنج بعدين بتنتقلوه للعين الثانية وبتعملو له بلندنج ولازم قبل ما ينشاف تحاولوا تثبتو هيك بشوية باودر بس لما بيعني اذا بتعملوا معه هاي الطريقة كتير حلو بيطلع على الكاميرا كتير حلو بيطلع بالصوار وبيعطي هيكي غلو تحت العين وبيعطي نظارة تحت العين اما بالنسبة للنور 4 هو الفيتمي من ميبيلي اللي بحبه كمام بهاد الكونسيلر انه هو مثل اللي قبلو كتير خفيف على الوش بس هاد بيجي طبيعي اكتر يعني هاد الكونسيلر اول شي ما فيه داعي كتير تثبته بباودر هو بيشاف لحاله حتى يصير مات ثاني شي بيعطي لوق طبيعي يعني ما بتبينه انه انتو حاطين هيك باعتين كونسيلر تحت العين فسامتايم انا هاد بستعمله اه without using foundation يعني ما بتطر حتى استعمل foundation اذا هيك عملت له blending شوي على خدي وشوي هون عاجبيني فما في داعي لحتى تستعملوا معه foundation احبت هذا الشيء واحلى شي فيه انه هو affordable يعني سعره مقبول للكل وفينا نحصل عليه من ايا دراكشتورن ايا صيدلية وموجود وينما كان احبت هذا الكثير النامبر ثري هو هاد ال full coverage من كيكو بالرقم اثنين انا بستعمله اللي بحبه فيه هادا اكشيلي مفصول انا طبعك اليوم بستعمله لما انا بك يعني انا كتير عندي سواد تحت عيوني بيكون مثلا عندي شيء شغلة بالليل او راحة شي محل وبعرف انه يصوروني فهذا كتير بحب استعمله لانه انه تشريلي عنجاد عنجاد فول coverage بس بيجي ثك يعني شوي سميك فاللي بشرتون جافة لازم تنتبهوا قبل ما تستعملوا هاد الكونسيلر انه ترطبوا تحت عيونكم كتير منيح لحتى يمد معكم اما اللي بشرتون ايلي فكمان لازم تنتبهوا لانه اذا ما بتسبتوا بباودر اذا عمل شوية كريسنج هون و جيتوا بعدين لا تعدلوا انك ما تقدروا كتير لانه سميك بيكون نشف بس كتير بحبوا لي لانه على الصور بعقد صحيح هو سميك بس ما بيبين انه في طبقة سميكة تحت العين وبيعطي هيك شي هيك بريليون تحت العين تحسوها كميمكن مفتوحة مضواية كتير كتير بيطلع حلو بالصور اما النبور 2 فهذا الكونسيلر كل البنات بيعرفوا ما في حدا ما بيعرفوا اللي هو انتي ايج من ميبيلين ما فيني انسى اسمه اللي بحبوه فيه هكا كتير سهل يعني بطلعو من الجزدان وين ما كمتو تكونوا حابين تعدلوا دغري بتعدلوا كتير خفيف بس بنفس الوقت يعني هو يعني لا يتويت على الوش بس بنفس الوقت هو تقريبا فول كوفريتش بيغطي كتير منيح وكتير سهل انه تدمجوا وبينشف لحتى يصير مات ما في داعي تسبتوا بباودر ولا بيعمل كريسن ولا بيعمل بقع تحت العين يعني سعره كتير مقبول وكمان موجود وينما كان لانه عناب الشام ما دايما نحن منقدر نلاقي اي ميكوب سو هاد موجود بالشام بحبوه فيه كمان انه بيضاين كتير منيح يعني اذا بتحطوا الصبح بيمضى كتير وقت ترجعوا مثلا لحتى تعدلوا شوي تلاقوا انه ما في داعي كتير تعدلوا بس هو انيوي بلدوبل يعني فيكم ترجعوا وتعدلوا عليه من دون ما ينزع الشكل بس تعليقي الوحيد على هاد الشي انه هو هيدا الابليكايتر كتير بتغيب برودكت فتقريبا انا كل اسبوعين بدي واحدة من هاي اما هلا النامبر وون كونسيلر يلي هو البرولونج وير فروم ماك كل عالم بيحكوا ادي هاد الكنسيلر اميزنج ادي حلو انا بستعمل لونين بستعمل الان سي ثرتي فايف والان سي تونتي الان سي تونتي بستعملوا ويجيوا لي عادة اللي حتتعمل فيها هايلايت للوش ليه بحبه اول شي هو خفيف على الوش وكتير سهل تدمجوه وهو فول كوفيرج كونسيلر وكتير سهل ترجع وتعدله عليه وبينشاف كمال لحتى يسير مات وما بيعمل كريسنج تحت العين وبيضاين كل الوقت يعني بضاين كل نهار انا على وشي يعني بحطه الصباح بروح اشغل برجع عالبيت هو بعده ما بيتزحسح من مطرحه في كونسيلرز هنه بيكونوا كتير حلوين اول ما تحطوهم بس بعد شوي هيك بيتأكسد مع البشرة ومع الهواء فبيقله بشوي هيك لونه عقريش عاخر النهار هاد الكنسيلر بيضله مثل ما هو واللي بحبوه فيه كمان انه وفيكم تغطو فيه البيجمينت يلي موجودين بقلب الويش وما بتحطو فوق الفونديشن ما بيعمل بقع على كريسنج لانه باقي الكنسيلر اذا كتحاولو تعملو فيها هاد الشيء بعد شوي بيقله بالفونديشن على كريسنج هاد كل شيء بنسبة لفديو اليوم شوو تكونوا حبيتوه كتبوا لي بخانة التعليقات اذا انتم جربين اي واحد من هاد الكنسيلرز او اذا فيه شي جديد حابيني انه انا جربوه لحتى اقدر جربوه بشي اقدر احصل عليه تنس انا عايشة بالشام اشتركوا في الوليات شانل اشتركوا في ميديا انستجرام وفيسبوك وشوفكم بي مي نكس فيديوز باي